في مثل هذا اليوم الرابع من أيلول سبتمبر من عام 2015 تلقت القوات الإماراتية ضربة موجعة في صافر بمأرب شمال شرق اليمن بصاروخ باليستي من نوع توشكا أطلقته القوات المسلحة اليمنية عشرات القتلى والجرح من الجنود الإماراتيين سقطوا ما جعل الإمارات تعيد حساباتها وتشكل جماعات موازية لما يسمى بالشرعية تعمل على تنفيذ مشروعها لتخرج بذلك مقاتليها الإماراتيين من سعير الحرب كما يقول مراقبون هذه كانت أول خسارة من نوعها بهذه الحجم وبهذه الضخامة تتعرض لها الإمارات وبالتالي عملت إلى إنشاء ميليشيات تابعة لها بحيث أنها تحارب هذه الميليشيات بالوكالة لحساب الإمارات الإمارات ما زالت في اليمن حتى اليوم برغم إعلانها وادعائها لانسحاب قبل عامين معظم ثروات اليمن من موانئ وجزر ونفط وغاز تبسط الإمارات نفوذها عليها وأبرزها في شبوى وحظر موت عدن وجزيرتي سقطر وميون وغيرها الكثير لماذا لا تريد الإمارات تخرج من بالحاف؟ المسألة هي أكبر من كذا الإمارات تستنزف مناجم الذهب في منطقة ميفح حجر يعني أكثر من حوالي خمسين إلى سبعين ترلة يعني قلاب يوميا يتم نهبها من مناجم الذهب في ميفح حجر ويتم أدخالها في مشروع بالحاف وتصديرها بعدين أو نقلها إلى أبو ظبي تشكيل ميليشيات بمسميات متعددة ديدن حرب الإمارات في اليمن من أجل تنفيذ الأوامر وبسط السيطرة ففي الجنوب الشرقي قوات النخبة الحضرمية والشبوانية وأما شمالا ولمواجهة قوات صنعاء شكلت قوات حراس الجمهورية وما يسمى بالمقاومة الوطنية تعتمد الإمارات في حربها على اليمن على تعزيز وجود ودعم جماعات مسلحة تابعة لها خارج سلطة ما يسمى بحكومة هادي وهي وسيلة ناجعة لتقويض الدولة والتفرغ لبسط السيطرة على ثروات اليمن المختلفة كما يقول مراقبون أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين